الموجز الرياضي أهلا بكم أعلنت إدارة نادي القادسية شراء بطاقة اللاعب البرازيلي بيسمارك في غيرا وذلك بالانتقال النهائي إلى صفوف الفريقة وقد تم التعاقد مع اللاعب بالتشاور مع نصيف البياوي المدير الفني للفريق الأول والذي أوصى بإنهاء إجراءات التعاقد معه وعلى صعيد متصل سيلتحق اللاعب بيسمارك بتدريبات الفريق والتي ستنطلق بعد عيد الفطر المبارك تسبب قلب الدفاع البرازيلي الشاب برونو أوفيني في قلق جماهير النصر الراغبة في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل ويسعى النصر للحصول على توقيع اللاعب لمدة موسمين آخرين لكن الأمر لم يحسن بصفة رسمية وقرر أوفيني استبدال صورته بقميص النصر في حسابه عبر تويتر بصورة شخصية لا وهو ما زاد من قلق الجماهير خوفا من إمكانية رحيل اللاعب عن الفريق ويعد أوفيني واحدا من أبرز المدافعين للأجانب في دور جميل للمحترفين بالموسم الماضي أعلن نادي أوحد الصعد حديثا إلى دور جميل للمحترفين التعقدة مع اللاعب محمد عطية لتدعيم صفوف الفريق يذكر أن نادي أوحد يخذ أولى مبارياته في الموسم الجديد من دور جميل للمحترفين خارج ملعبه أمام الشباب قبل أن يستضيف الباطن ثم يواجه حامل اللقب الهلال في الجولة الثالثة طلب رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري الجمعية العمومية للفيفا بعقد اجتماع عاجل وطارئ للاستجابة للمطالب العربية والدولية وذلك بنقل منديال كأس العالم 2022 من قطر وإسناد تنظيمها إلى أحد الدول العربية مؤكدا أنه كان يجب على الفيفا أن يتخذ قرارا عاجلا بمجرد ثبوت ضلوع الدوحة في عمليات إرهابية وإجرامية بعدد من الدول العربية سلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري للتحاد الدولي لقرة القدم الفيفا بالاستجابة للمطالب العربية بإسناد تنظيم مونديال 2022 إلى دولة عربية أخرى بدلا من قطر وقال إن الهاشتاج الذي أطلقته الجماهير السعودية بنقل المونديال وأيادته جماهير دول عربية عديدة يؤكد أن العرب يرفضون إقامة المونديال في قطر لدعمها للإرهاب الهاشتاج الشعبي يؤكد أن هناك رغبة شعبية عربية لدى الجماهير العربية بضرورة نقل تنظيم بطولة كأس العالم 22 من قطر للدولة العربية أنا أعتقد أن الإمارات أكثر دولة عربية لديها الإمكانيات لتنظيم مثل هذه البطولة ولا تقتصر ضغوط نقل المونديال على العرب فقط بل يتعرض الفيفا لضغوط دولية أخرى قوية ورغم تصريحات رئيس الفيفا الأخيرة المساندة لقطر في تنظيم المونديال إلا أن استمرار أو تصاعد أزمة المقاطع الحالية لقطر قد يدفع الفيفا في النهاية للاستجابة لمطالب سحب تنظيم المونديال إذا استمر الوضع وتفاقمت الأوضاع واكتسبت بعض الدول العربية أو الدول التي تصير على نهج المقاطعة مع قطر بسبب بعض الاختلافات السياسية ده هيؤدي إلى أن ممكن دخول دول زي أمريكا أو بريطانيا على الخط وهي من الأول كانت بتحاول تعمل ضغوط وكانت وراء ما حدث مع بلطر داخل الفيفا كل هذه الأشياء ممكن تكون عامل ضغط فيما بعد لاتخاذ قرار ومنذ إسناء تنظيم المونديال إليها واجهت قطر مطالبات عديدة بسحب تنظيم البطولة إما بسبب قضايا فساد ورشوة أو للتقصر حار أو لسوء معاملة العمالة لكن الأزمة الحالية تبدو الأكثر تهديدا بسحب تنظيم المونديال بسبب دعم قطر للتنظيمات الإرهابية والإرهاب المواجهة مع سياسات قطر لا تقتصر فقط على الجوانب السياسية والاقتصادية وإنما تمتد أيضا إلى الرياضة حيث يتشكل رأي عامل عربي كبير يطالب بنقل تنظيم مونديال كأس العالم عام 2022 من قطر إلى دولة عربية أخرى أصم عبد المقصود الإغبارية القاهر القاهر القاهر